بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المسلين المبعوث رحمة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صلاة الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج بيان للناس كنا قد ذكرنا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقد يتصور البعض أن ذكرى الاختلاف الكثير مشعر بأن القرآن قد يكون فيه اختلاف يسير لأن نفي الكثرة لا يلزم منه انتفاء القلة لو وجدوا فيه اختلاف كثيرا لكن تحرير القول في فهم الآية أقول هذه النتيجة مبنية على فرضية لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا هذه النتيجة مبنية على فرضية هي الفرضية لو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن اليسير أما وإنه من عند الله فلا يمكن أن يكون فيه اختلاف يسير فضلا عن الكثير هذا هو توجيه الآية فما يظله البعض حقا أو صوابا قد يصطدب بالحقيقة الرائجة أو المسلمة الحقيقة الرائجة من المناسبة أو من التناسب تكلمنا في دقاءاتنا السابقة عن التشابه في النص أو المتشابه في النص أزلنا إشكالات أو رفعنا إشكالات ودفعنا شبهات حول آيات تتعلق بقدسية النص فمن المناسب أن نتكلم أيضا عن آيات موهمة في جانب صاحب الأصمة صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله هو صاحب البلغ عن الله هذا من المناسبة وقد اخترت آيات ودار عليها الكتاب الذي وضعته بعنوان رد المتشابهات إلى المحكمات في جانب خاتم النبوات صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين رأيت جميع المفسرين والذين كتبوا حتى في الخصائص المحمدية والذين كتبوا أيضا صفات رسول الله أو ما خص الله به رسوله زي القاضي عياض في الشفاء أو الخصائص للسيط أو الكتب التفسير نفسها وجدت انحرافا صارخا عن المعنى الحقيقي في قوله عفى الله عنك ولو أنهم ذهبوا مذهبا سلكوا فيه مسلك الأدب لكن لا يتم الأمر لطالبه متعللا بالتماس الأدب في قوله إذا كان التماس الأدب لم يصب أو لم يكن في موضعه أنا لما أقول عفى الله عنك أو الآية بتقول عفى الله عنك ذكر العفو مشعر بالذنب أو بالخطأ وهذا ما سلكه للأسف الشديد إذا مخشري صاحب الكشاف صاحب التفسير المسمى أو المعروف بالكشاف تجرأ وقال قولا عظيما في حق رسول الله قال أخطأت وبئس ما فعلت مع أن الآية تقول عفى الله عنك يعني حتى لو وقفنا مع ذكر العفو فذكر العفو ومسقط لهذا الهذر وهذا التصور الفاسد أخطأت وبئس ما فعلت ولكنه ولكن الإمام العلام الألوسي كال له وأعطاه ما يستحق مع أن الزمخشري في كتاب الكشاف مقدمة الكشاف صار يطنطن ويدندن بأنه ابن بجدتها وأبو عذرتها وبأنه مالك ناصية البلاغة إلى آخر ذلك مقدمة الكشاف تنبي بذلك لكن ما يغني الفكر عن الذكر ما يغني الفكر عن الذكر ولا تغني القريحة عما تسمح به العناية الربانية وعما يهبه الله سبحانه وتعالى لمن شاء أمثلهم طريقة من قال إن هذه الآية تدل على أن الحق سبحانه وتعالى قد عني برسوله فذكر له العفو قبل العتاب يمكن ده يعني زي ما قلنا كده يعني أحسن الأقوال مع أنه لم يصب أيضا كبد الحقيقة ربنا يعني ذكر العفو قبل العتاب قال له عف الله عنك خلاص نطينا وبعدين لما أذنت لهم يعتبرونه عتابا استفهام بيحمل عتاب ولكن حينما تأملت عشان كده بنقول من مناهج النظر أو إحكام النظر في النص إن إحنا لابد أن نرعي ما تقتضيه التراكيب وما تقتضيه دلالة السياق والسباق واللحاق وما تقتضيه الأوضاع اللغوية بما يتفق أو بما ينتظم به النص مع السياقات الأخرى السياقات الأخرى عف الله عنك قلت لنفسي لماذا حصروا العفو في الصفح مع أن كلمة العفو تعتبر من المشترك اللفظ مشترك اللفظ يعني إيه؟ يعني هذه الكلمة العفو قد تطلق ويربيها أكثر من معنى ملاش معنى واحد فلماذا حصروا العفو في جانب الصفح؟ أليس من العفو الفضل؟ الفضل بمعنى إيه؟ الزيادة يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو يسألونك ماذا ينفقون؟ قل الإيه؟ أي ما زاد ما زاد من طعام ما زاد من شراب ما زاد من لباس قل العفو العفو أيضا من قولنا عفت الديار بمعنى خلت من سكانها وأصبحت خربة وعفى الأثر بمعنى إن محا عفى الأثر إن محا لكن لم أجد في تلك المعاني ما ينسجم مع التركيب ومع ما ينسجم مع وجود حتى التعليلية قوله لما أذنت لهم استفهام استخبار لكن لا ينسجم مع حتى التعليلية إلا إذا كان معنى العفو مختلفا عما يتبادر إلى الذهن لما أصفح الله عنك لما أذنت لهم كالمفروض يقول له لما أذنت لهم قبل أن يتباين لك الذين الصدقوا وتعلم الكاذبين مع أن التبين لم يحدث إلا بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم انتبوك بدلالة السباق في قوله سيحلفون بالله لو استطعنا سيحلفون سين الاستقبال متى سيحلفون أي إذا رجعتم إليهم بعد الرجوع سحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم إذا انتبعد الرجوع إذا التبين لم يكن قبل الإذن لهم بل سيكون بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم هذه دلالة السباق لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلموا إنهم لكاذبون عفى الله عنك على طول كده بعدها وجدت إن المعنى في عفى لا ينسجم مع وجود حتى التعليلية إلا إذا كان على معنى السكوت عن البيان العفو السكوت عن البيان آه موجود في القرآن يا أهل الكتاب قد جاءكم من رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يعفو جد في مقابل إيه يبين يبين بعدها يعفو يعفو عن إيه عن كثير بمعنى إيه بمعنى يسكت عن البيان في كثير من الأمور التي لم تتعلق الحكمة ببيانها أيضا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها عفى الله عنها مش عنكم عنها أي عن هذه المسائل عفى الله عنها بمعنى إيه سكت عن هذه المسائل هذه بداية حديثنا إن شاء الله سنعلق الكلام حول هذه البداية وحول هذه المقدمة للقاء القادم إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين واسلام الله عليكم ورحمته اشتركوا في القناة